الناس بقى اللي بتحيش ان الواقع هو الاحداث بيوسبهم تمن مصايب لازم نتكلم عنها ممكن تقول عليهم تمن مصايب او تمن مشكلات الناس بتقع بقى في ايه اول حاجة اللي شايف ان الحقيقة هي الواقع وان ما فيش مفر من الواقع وان نهاية كل حاجة هي الواقع اللي احنا بنشوفه اول حاجة بتصيبه الكمية يعني ايه الكمية الشخص اللي بيقول انا واقعي هو شخص كمي بيشوف الحياة مقفولة على الماضي ولانه عنده تجربة سوداء بيشوف ان الحياة كابوس حصل في الماضي ومستمر ان اللي حصل في الماضي من خبرات هي حبساني وسجناني فيها ومقدرش تجوزها لكن الخبرات في المعنى الصحيح لما تكون عايش بالحقيقة الخبرة معناها شيء بتتعلمه في الماضي ويفتح لك باب تقدر تمشي به في المستقبل لكن الخبرة اللي بتغلق عليك وتحبسك في الماضي ما بتبقاش خبرة بتبقى والعازو بالله كابوس الخبرة هي اللي انت تتعلمه ويفتح لك الطريق للمستقبل عشان كده ما ينفعش نقول لي الاحداث دي همراها مع تمر والظلم ده مش هيزول الله سبحانه وتعالى يقلبوا الليلة والنهار ان في ذلك العبرة ليقولي الابصار يما تقولش الكلام ده لا كل اشياء دي تتغير يبقى اول مشكلة ومصيبة بتحصل للشخص اللي بيعيش ان الواقع والحقيقة وان الاحداث دي بسوادها مشان يقدر نخرج منها ان هو بيبقى كمي ما يقدرش يفكر خارج الكم الحاجة التانية ان الشخص اللي بيعيش ان الحقيقة هي الواقع بيفقد اليقين ما بيعيش عنده يقين في التعامل مع الواقع ليه طيب اليقين هو اللي بيجنى عشان نعرف نقرأ الواقع مش اليقين بيجنى لما نقرأ الواقع احنا لما نكون متيقنين بان الله سبحانه وتعالى لطيف فبنقرأ الواقع بلطف الله مش ان احنا عا نبقى متيقنين لما ربنا يتلطف فينا فيبحث لنا اليقين ده عكس انت لازم تبقى متيقن عشان تقرأ الاحداث مش العكس الناس من هول الاحداث ممكن تفكر ان احنا مش متوقعين ان بعد ده ربنا ينصرنا وان النصر تأخر جدا ولكن احنا عندنا يقين في ان الخير جاي لان ربنا عنده كل خير علشان كده ربنا وصانا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فاحنا متيقنين بان الخير جاي ومتيقنين بان الله سبحانه وتعالى معنا لكن الشخص اللي بيعيش اسير الواقع ويخليه هو الحقيقة وما فيش بعده شيء بيصب الكمية وبيفقد اليقين الحاجة التالتة يصب السواد سواد النظر المشكلة ان احنا انا ما بنقرأ الواقع واحنا مش شايفين ربنا في كل شيء رغم ان ربنا علمنا اقرأ باسم ربك الذي خلق فللأسف احنا بنقع في معصية سوق القراءة سوق قراءة الواقع اللي بيوصلنا الى ان احنا نبقى بنقع بسرعة في الاكتئاب مش بس بنقع بسرعة في الاكتئاب بنقع بسرعة في اشياء كتيرة فتلاقي ناس بتقول مثلا وهي المساعدات دع تنفع في ايه واحنا يعني كنا ساعدناهم بايه مهما عملنا مفيش فايدة الحكاية انتهت خلاص الحكاية ما انتهتش في ربنا لله الامر من قبل ومن بعد ويوم اذن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم مصيبة الرابعة عند الشخص اللي بيحصل نفسه في الوقوع قلة الفرص لانه متخيل ان الواقع هو الحياة لذلك بنشوف انه مفيش عندك فرص لانك بتبص تحت رجليك وشايف ان الموجود في الواقع هو الحياة تم ربنا سبحانه وتعالى يخلق فرص جديدة ما كناش شايفينها وما كانتش موجودة ربنا ما عندوش واقع ربنا بيقول للشيء كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لان ربنا هو الخالق وما زال يخلق على الدوام سبحانه وتعالى عشان كده لازم نعرف ان الواقع مش هو الحياة هو فقط مظهر من مظاهر الحياة المصيبة الخامسة اللي بيقع فيها الشخص اللي كمان بيعيش ده بيعيش بانه هو ضرورة القوة للقدرة على الاستمرار في الصراع ولازم يتوحش المتوحشين لازم يقبروا من المتوحشين فيكره الحكمة ويكره الصبر ويكره الجلد ويكره ضبط النفس لازم تبقى متوحش عشان نواقع مليان صراع فلازم تبقى متوحش عشان تقابل توحش الصهاينة وتوحش الآخرين بس ده في الحقيقة هو وقوع وليس عيش بالحقيقة عشان كده لازم نكون جاهزين لمواجهة هذا الصراع المستمر بس بحكمة فلازم نتحصن بقوة ولكن مش بقوة وصلنا الى التوحش هم خلاص وصلوا للتوحش بس احنا مش لازم يكون متوحشين عشان التوحش لا يأتي بخير رقم ستة بقى الحاجة السادسة اللي اللي بيعيش في مشاكل الواقع الواقع بيجعل الحياة مبنية على الضيق وليس السعة وعلمونا ان موادر ندرة بس الحقيقة ان موادر ندرة في الوجدان في الحصول عليها لكن ربنا سبحانه وتعالى خلى الحياة وسعة فالموارد وفيرة في الوجود لكن احنا بنلاقيها ندرة وعشان كده لازم نعرف ان الحياة كلها مبنية على الوسع فكل حكاية ان احنا محتاجين نبحث مزيد من البحث مزيد من العمل المصيبة السبعة هو عدم الإيمان بأي شيء خارج هذا الواقع انت مش بتؤمن غير باللي بتشوفه امامك وده معناه اجرائيا انك غير متحقق بالإيمان بالله لان ربنا سبحانه وتعالى مدح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ففي عامل آخر لا ترى وهو ألطاف الله وتدبيراتي مولاك اذا لابد ان احنا نجاهد نفسنا اللي بتشوف الواقع فقط ومش قادرة تشوف الحقيقة لان هو ده الوسيلة اللي هتخلينا نخرج من الحزن العميق السلبي ونطلع للوسع الحياة اللي خلقها مولاك وسعتها سترى وين تعدوا نعمة الله لا تحصوها احنا مع الله وعنظر نتمسك بهذه الإجراءات أول شيء نحن نستبشر بوعد الله سبحانه وتعالى مهما قال لنا الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم هيزداد إيماننا ونفقى نتمسك بقيمنا وأخلقنا نتمسك بشابتنا ونتمسك بوقفنا جنب إخواننا في فلسطين ونتمسك كمان بقيمنا ونعلمها لأولادنا تاني حاجة هنظل طول الوقت بنفهم معنى الحكمة وندير حياتنا لأن احنا شايفين أن حياتنا مش هي الواقع والأحداث دي مش هي نهاية المطاف احنا معنا مولانا سبحانه وتعالى وعن نعيش نبسط للحياة بوسع مولانا ومش عن خاف أبدا وده لا هو خرافة ولا هو نوع من أنواع عدم الحقيقة لا الحقيقة هي اللي خلتنا نشوف إن المسألة أوسعة وكم من المتجبر وكم من المتكبر الله سبحانه وتعالى أذهبه احنا نفضل متمسكين بالحقيقة والنجاة بتكون للطيبين وتكون لأصحاب القيم بتكون لأصحاب الأخلاق علموا أولادكم الدرس ده أني دايماً في الآخر خالص أصحاب الأخلاق والقيم هيظل ليهم النصر والنجاة آخر حاجة لازم نعملها كمان أني احنا دايماً نتعلم الدروس ونبص في الأحداث إلى ما بعد الأحداث وإلى ما قبل الأحداث لازم نشوف إن الأحداث دي جزء من صورة كبيرة جداً 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 لازم نشوفها والصورة الكبيرة جداً 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 هي الصورة اللي هتشوف فيها الأحداث من عندي الكبير سبحانه وتعالى مش من عندي أي حد يحاول إنه هو يخليك تشعر بأن الحياة قد انتهت الحياة لا تنتهي إلا بأمر الواحد الأحد والحياة لا تنتطيق لأن الذي خلقها هو الواسع لا تحزنوا هذا الحزن الذي يمنعكم من أن توسعوا وأن تعمروا وأن تستمروا استمروا فإن الله سبحانه وتعالى يحب الخير ويحب العمران اللهم معين على أن نجاهد أنفسنا فنغلبها فلا تستسلم لأحزاننا ولكن دائماً تزيقنا حلاوة إيماننا اللهم اجعلنا من أهل الإيمان واجعلنا من أهل الرشد وأهل البصيرة على الدوام يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر